تحية طيبة مشاهدنا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن تستعد قوات النخبة اليمنية للانقضاض على ميليشيا الحوثي في معقلها والسيطرة على مدينة سعدة شمالي اليمن وكشفت مصادر عسكرية عن تشكيل قوة خاصة للسيطرة على عدد من المواقع في مديرية باقم في طال التحضيرات الحاسمة لاقتحام مدينة سعدة قطل اثنان من رجال الأمن المصري في هجومين منفصلين شمالي سيناء وذكرت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين أطلقوا أعيرة نارية على شرطين في مدينة العريش قبل أن يلوذوا بالفرار وضافت أنه تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى العسكرية قال مسؤول سعودي إن المملكة لم تطلب أي توساطة بأي شكل كان مع إيران مشيرا إلى أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلا وكد المصدر بحسب ما أوردت وكالة واس تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني وأن المملكة ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الثلاثاء إن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمين ومسيحيين وأزيديين في المناطق التي احتلها في العراق مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع حلفائها في المنطقة من أجل حماية الأقليات الدينية من الهجمات الإرهابية عثرت السلطات الأفغانية على قرية شمالي البلاد استعادتها حديثا من حركة طالبان وتنظيم داعش عثرت على مقابر جماعية تحوي جثث أكثر من أربعين مدنيا وبحسب مسؤولين محليين وسكان في ولاية ساريبول المضطربة في شمال أفغانستان فإن أكثر من خمسين مدنيا قتلوا في الخامس من شهر آب أغسطس الجاري على أيدي الإرهابيين الذين احتلوا القرية بعدما تمكنوا من القضاء على ميليشيا مدعومة من الحكومة أيضا في أخبارنا أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في السهول الجنوبية في نيبال بحياة تسعين شخصا على الأقل وألحقت أضرارا بأكثر من ألفي منزل في أكبر كريفة من نوعها تشهدها البلاد خلال عشرة أعوام تقريبا وذكرت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل ثمانية وثلاثين شخصا في عداد المفقودين تصدرت العاصمة الإماراتية أبو ظبي قائمة أكثر المدن في العالم أمانا وفقا لتقرير أصدره موقع نوبيو الإلكتروني وسجلت العاصمة أدنى معدل يسجل ضمن مؤشر الجرائم على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الماضية نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة